قبل ما أخش أتكلم معك على فيوتشر عايز أسألك سؤال لأ علاقة بالكابتن عبد الزاهر السق ليه اخترت العمل الإداري مش العمل الفني كمدرب لا هو عمل أنا مش إداري عشان أنا أخذت بوزشا جديد كده ويمكن الحمد لله رب العالمين كنت أنا أول واحد ألعب الدور ده وأنا دايما الحمد لله حتى أنا العيب كنت دايما أحب أن أنا أبقى مختلف أبقى مش عادي أبقى واحد يعني يعني أنا مش عايش وخلاص لازم تعمل حاجة تكون متميز لو ما لقيتش الاختلاف في حاجة وتتميز في حاجة لأ ما بحبش عايش كده خالص تماما حتى أنا صغير حتى يعني الحمد لله فضله نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى وتوفيه يعني بتتكلم من نادي المنصورة الاحتراف لمية واثناشر مرش دولي ثلاث بطولات صحيح وخارج الأهل والزمالك فأنت بتعتبر يعني الحمد لله إنجاز صعب جدا جاي من شغله واجتهاد يعني إنت عرضت في ثلاث دقائق المشوار لكن المشوار ده كان صعب جدا طبعا بسبب مضاما لما كمان بتبطل إنت طول ما إنت خارج الكطبين إنت بقى شغلك صعب جدا برضو صح يعني إنه اللي بيطلع من الكطبين ده هو واخد نجومية جاهزة كده بيشتغل بيها يلا هو مش بمجهود يعني مش بس بمجهودك إنت مجهودك ومعك نجومية أهلي وزمالك بالضبط فأنت عندك فأنت هتعمل إيه فأنت برضو لازم تفكر وجدد تفكيرك وتبقى هتنجح في إيه وهتروح فين طب هتنافس هنا طب الماكسيمم بتاعي هتروح فين صحيح وأنا الحمد لله بحب يعني لما روح حتة لازم لازم أروح على حاجة حلو ده هدف دايما في أي شغل شغلة المدير الرياضي أصلا هو أهم بوزشن في النادي دلوقتي في أوروبا خلاص ما فيش نادي في أوروبا أو في الدول العربية حتى دلوقتي ما فيش حاجة هو في رئيس نادي هو كل شيء هو اللي بيبني الفرقة مع المدير الفني هو اللي بينظم كل حاجة هو عدوا مجلس إدارة فني يعتبر عدوا مجلس إدارة فني مع المدير الفني صح تمام لكن إزاي الناس هتتقبل البوزشن ده فيه كمان جزء فيه جدا هو تطوير الأندية وده شيء مهم جدا ومحتاجينه جدا في مصر وأنا اشتغلت الأول فني اشتغلت مع الكابتن حسن شحاته أسست له في قطر واشتغلت مع الكابتن شاو غريب اشتغلت مع الكابتن ضياء السيد أسست له كل الناس اللي اشتغلت معهم تعلمت منهم كتير جدا لأنهم قامة كبيرة جدا وفكرت ايه اللي ناقص في المنظومة ايه اللي ناقص ايه الموضوع الحلقة المفقودة فيه ايه اللي بيعاني منها كل مدير فني طبعا واللي بيعاني منه كل أنداي طبعا كل فريق في مصر فيه جهاز فني ولعبين ورئيس نادي بس إنما فيني ايه اللي في النص فدايما كلمة مدير الكورة كمان أنا مش بحبها قوي لأنهم يعني دي مدير إداري يعني ممكن يحجز بقى الأوتوباسات يحجز الفنادق يحجز يحجز وبنعمل كده برضو نفس الحكاية لكن اللي انت تبقى فني إداري ان انت تبقى راجل بتبقى عارف المدير الفني احتياجاته ايه وهو بيفكر ازاي فانت لازم تبقى فني لازم انت النهاردة يعني تعرف المدير الفني ده عايز أي نوع من العيب وده شيء مهم جدا أدوات النجاح عنده حق ازاي فالمدير الفني بيعاني كتير قوي عشان يكلم حد من مجلس الإدارة وتقريبا مشكورين مجلس الإدارة ما بقوش ساعات كلهم لعب الكورة ما بقوش كلهم مدربين او اشتغلوا مدربين ما بقوش كلهم اشتغلوا إداريين فهتلاقي حد عندهم نقصة دي فهو لما يكلم رئيس نادي على طول هم مش فهموا انا بقوله مثلا انا عايز لعيب بقدرات واحد اثنين تلات اربعة فالمدير الفني بقوله تما تاخد ده انا بقى ده مش زي ده بالزبط كده عشان دي حلقة مفقودة هو المدير رياضي اللي هو الوحيد اللي عارف اللي هي شخصية الفرقة صحيح شخصية الفرقة الفنية صحيح فيه شخصية فرقة فنية وشخصية الفرقة اداريا خلق وشخصية النهاية ده عمتها صحيح انت اللي بتعمل كل ده صحيح انت اللي بتعمل كل ده لكن اولا لازم وانت بتجيب المدير الفني عارف المدرسة اللي هو بيحبها بتبقى عاملة ازاي تماما يعني وبيتبقى عارف ايه ادوات النجاح بتاعته اللي انت تقدر توفرها له عشان ينجح عشان يكون موجود دايما ما عندوش الاسر او يعطل دايما بتجي تلاقي نجاح وبعد كده فشل صح تلاقي النجاح وتلاقي فشل صحيح جاية بقى الحتة دي موجودة بتبقى عامل زين بتبقى اصلة الهمز ما بين الادارة والمدير الفني طيب لو انت مش فني لو انت مش فني مش تعرف تنقل وجهة نظر المدير الفني في حاجات دايما بقى فيه صدام ما بين المدير الفني ومجلس الادارة اللي بيحلها انت ليه لأ انت بتشرحها اداري ايوه على حساس انها فني لان انا محتاج ده عشان يعمل كده لو انا عارف اتكلم فني مع المدرب و عارف اتكلم اداري مع الادارة بالزبط كده فانت لو مش نمي من الحتتين لأ انت اولا لو بقيت كواس عند مجلس ادارة هتبقى وحش عند مدير الفني ولو بقيت حلوة عند مدير الفن هتبقى وحش عند مجلس الإدارة فهو مركز حساس جداً والأهم بقى الأهم هو تكوين الفريق انت هكوون الفريق ده ازاي؟ هكوون البودجيت ده ازاي؟ خلاص فانت فانت كمان بتشتغل مالي فانت لازل تكون مالي؟ اللي هو برضو عشان انا بحب اشتغل الناس التفاصيل اللي هو مثلا انا اقدرت النادي جيت وتلقى كابتن عم الظاهر انت معاك بودجيت 100 جنيه بس 100 مليون يعني عشان ما حلواتهم باش 100 جنيه 100 مليون نزبط فانت المية مليون دول بقى هات بيهم مثلا ايه باك ب3 مليون وهات مهاجم ب10 مليون بس هتتحرك في المية ما تزودش عنك يا فانت بتتعامل مع المدارب بهذا العمر مثلا يعني ما هي كل ده بتأثر يا كلها حلقات بتربط بعضين يعني انت تقول لي 100 مليون بس انا عاوز ااخد بطولة افركة وعايز احسن لعيبة واحسن لعيبة في مصر كلها ازاي؟ ازاي؟ فاهمني؟ والمدارب يجي تلو منك كمدير رياضي عايز لعيب برباهم اليوم بنيه مش عارف اجيبه هو فيه مدارب عايز يفشل صعب جدا لكن فيه مجلس ده رح عامل هم الصرف هيبقى عامل ازاي؟ وليه انا بصرف فانت لازل تفاهمه ازاي بصرف عشان يلاقي نجاحات عشان يطور عشان لسبونسور حاجات كتيرة جدا شغل كتير جدا عشان تقدر تعمله لازم تكون لامم الحتة تيلو الفن والادار